يا مساء الجمال يا مساء العسل على احلى متابعين في الدنيا كلها لو اجيبكم الفيديو متنسوش الاشتراك واللايك وتفعال الجرس تعملوا كومنتي وصالكم كل جديد اول حاجة هنسمي الله ونصلى على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الشافع لنا يوم القيامة النهاردة حبيب قلبي هنعمل معاكم هلبية النشا باللبن الجاموس معانا ده زي ما شدوا شايفين كده كيلو لبن جاموسي هنسيبه لما يفكه خالص لانه كان معاي في الفريزر ولعت عليه زي ما انتوا شايفين كده وهسيبه لما يبدأ يسخن كده وعلى ايه وعلى الغليان وبعدين اقولكم هنعمل ايه مع بعض ادي احنا مستمرين في التقليب كده علشان يفك معانا ايه بسرعة وتعالي نشوفوا مكوناتنا معانا كوباية نشا زي ما انتوا شايفين معانا كوبايتين سكر معانا ايه زبيب ايه السكر على حسب ما تحبه يعني فيه حد بيحب السكر قليل شوية ايه كتير السكر على حسب ايه ما زق كل واحد ايه دي معانا فانيليا ماشي يعني السكر على حسب الرغبة معانا اللي النشا فضناها في بولة واسعة شوية زي ما انتوا شايفين كده نزلتها من الطبق خالص وهنزل بالمية حوالي كوباية مية عشان ادوب النشا بتاعتنا انا عايزا يزل الكريم كده مهلبية كريمي وهبدأ اقلب بقى هنقلبها براحة وسوا كده زي ما انتوا شايفين كده يا حباب قلبي انا مستمرة في التقليب قدي احنا قلبناه وخلصنا مع بعض تعال نرجع للبن بتاعنا اللبن بتاعنا فق خالص اهو زي ما انتوا شايفين يا حباب قلبي هنبدأ بقى ننزل بالسكر ادي كوباية سكر ادي الكوباية التانية يلا نقلب السكر في اللبن هنقلبه كويس مع بعض مستمرين في التقليب هننزل بالفانيليا مستمرين في التقليب بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده يا حباب قلبي وهنقلب مع بعض ونفضل نقلب مع بعض باستمرار وبعدين هننزل بالنشا بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده يا حباب قلبي نزلنا بها كلها وهنقلب بقى باستمرار ويدنا في النشا كده عشان ما تكلكعش مننا ايدنا باستمرار عشان تبقى كل ما قلبناها ويدنا ما طلعتش منها تطلع معنا كريمي لو طلعنا ايدنا منها ونقول شوية ننزل هتطلع مش حلوة باستمرار التقليب لحد ما نوصل للقوامة اللي احنا عايزين زي ما انتوا شايفين كده يا حباب قلبي قربنا نوصل للقوامة هوت شايفين بتدقل معنا ازاي شوفي حباب قلبي شوف السمك معنا ازاي في الصورة بدأت تدقل معنا سنة بسنة شوفي حباب قلبي زي ما احنا شايفين في الصورة كده وهنقلب كمان خمسة كمان ومستمرين في التقليب يا حباب قلبي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده اللهم صلى وسلم على حبيب من مصطفى صلى الله عليه وسلم ودلوقتي يا حباب قلبي لسه مستمرين في التقليب خلاص شوفي حباب قلبي شوفوا القوام احنا كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه شوفوا حباب قلبي الجمال بسم الله ومشاء الله وشوف كريمي معايا ازاي شوفوا ما كالكعتش معايا ازاي شوفوا الجمال شوفوا يا حباب قلبي طلع معنا كريمي خالص وطلع بالمعايير المزبوطة والشكل المزبوط زي ما احنا عايزينها بالزبط شوفوا الجمال يا حباب قلبي شوفوا قوامها زي ما انتوا شايفين كده في الصورة وقد احنا طفنا عليها وده شكلها بعد ما طفنا عليها يا حباب قلبي انا كنت عايزة اضيف عليها معلقة كريم شانطي بس هي طلع كريمي مش محتاجة حاجة اللي عايزة يحط معلقة كريم شانطي في اللبن بتبقى جميلة برضو تكة برضو حلوة في الكريمة هنبدأ بقى نعبي في البولات بتاعتنا ادي البولات بتاعتنا بعد ما عبناها يلا بينا نزينها مع بعض بالزبيب وطبعا لو عنده بقى سودان وعين جامل او مكسرات يمكن يحط انا مش متوفر عندي غير الزبيب وكده يا حباب قلبي الفيديو بتاعنا يكون خلص يارب لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتعملوا كومنت يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرونا في فيديو جديد من اكلات احمد ومحمد ما تبخشري باي باي